ومشرفانة لعبة وبطلة كتبت اسمها بحروف من نور بعد ما أصبحت هي أول لعبة كاراتي على كرسي متحرك بعدها دخلت فيه مجموعة من الرياضات المختلفة من ضمنها السباحة تعالوا نتعرف عليها وعلى تفاصيل عالمها رحموا معنا بدفتنا كابتن إيمان مراد لعبة وبطلة الكاراتي على كرسي متحرك صباح الفل عليك يا إيمان منورانا صباح الوقت أهلا بي صباح الهنة وقبل أي حاجة بقى أنا بس عايزة السادة المتابعين يفهموا إحنا منتكلم في إيه يعني مش بطلة مديليا أو غيره ده حضرتكم مجموعة قليلة من عدد المديليات اللي إيمان حصلت عليها طبعا كلها بطولات مختلفة ده غير الشهادات اللي معنا اللي حنتعرف وحبيني نحن نسبع منك بجد إيمان على كل المسيرة لحد هذه اللحظة واللي جاي بإذن الله بس قبل أي حاجة خلينا ونعرف السادة المتابعين دلوقتي إيمان مين وابتدت إزاي ومين كان داعم ليكي ومين كان دايما بيشجع خلينا نعرف منك أنا الحمد لله أنا بقول على نفسي أن أنا إنسانة محظوظة جدا أنا تربيت في وسط أسرى صوية جدا جدا كنت أنا أصغر واحدة في أخوتي فتقال لي كده من وانا صغيرة ما فيش حاجة اسمها إعاقة ده اختبار من ربنا بس هناخد درجته يمكن متأخر شوية فبناء على هذا بدأت تتكون شخصيتي يعني لغاية ما وصلت السنوي وصلت الجامعة وانا في أدادي من وانا في أدادي كنت بعتمد على نفسي وبذوق الكرسي بتاعي وبروحي المدرسة الوحزي وبروحي الدروس الوحزي لما تقالنا للمرحلة السنوي المدرسة بادت عن البيت شوية فقالت لي كويني علاقات رحمة الله عليها طبعا قلت لي كويني علاقات وكويني أصدقاء وخلي ليك عالمك الخاص اللي انت تبقي مرتبطة بيه وهو مرتبط بيك أنا مش هفضل عايشيلك تولي العمر فكل الكلام ده طبعا وانا كنت لسه شغيرة يعني قولة السنوي دي التفلة فبدأت يبقى لي أصدقاء وتحرك معيهم وروح المدرسة وارجع من المدرسة وانزل الدروس ووهكذا لغاية ما دخلت الجامعة لما دخلت الجامعة قالت لي أنا مليش دعوة خلص أنا لا هوصلك ولا هجيبك ولا هواديك ولا هعمل أي حاجة انت كبرتي بقى خلاص اللي هو أنا لسه برضو شايفة نفسي البنت صغيرة المدللة اللي كل اللي حواليها مدلعها فلما دخلت الجامعة شخصيتي اختلفت تماما بقى رؤيتي حتى للناس وللأشياء اختلفت ايه بتتغير المرحلة الانقالية اتغيرت الناس يعني العائلة بتاعي الكلية والجماعة انا دخلت كلية حقوق انا خريجي تحقوق لا دح نزوم على بقى بس خلاص بس خلاص جمعة القاهرة اه هو معي دبلومة قانون عام ودبلومة قانون خاص وان شاء الله انا ويحضر المجستير بإذن الله ما شاء الله يعني حتى التفوق الرياضي بخدش من التفوق الأكاديم لا لا خالص يعني انا بحب القانون بشكل عام يعني ودخلت عن حب يعني دخلت كلية حقوق عن حب لما دخلت بقى بقيت اتعرف على الدكاترا وتعرف على زملائي والدكاترا يحبوني ويسألوا علي لو غبت ولغاية ما تخرجت بقى يعني التعامل الانساني كان جيد حتى لحد اللحظة اه الحمد لله اتربيت بقى كده زي ما قلت لحضرتك الحمد لله أنا حتى ربنا يعني يعني دايما بيحط جنبي وحوالي الأشخاص اللي أنا دايما ببقى محصوظة بهم يعني أنا دايما عندي دعم من البيت عندي دعم من الكبات المتوعي عندي مساندة من جراني من أصحابي من ولاد من أحفادنا من كل العيلة تقريبا يعني الأسرة والعيلة والولاد والجران يعني كنت الناس زامت في النجاحات الكتير اه طبعا 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 لغاية ما تخرجت بقى واشتغلت الأول كنت بتطوع أنا فكرة العمي العام يعني أنا حبيها من زمان فبدأت أتطوع في جمعيات ومؤسسات لغاية ما تعلمت بقى وزي ما يقولوا كده بقى شربت شفت الدنيا على أصولها جوا وحاليا بشتغل في حاجة بتخص الأطفال زاوي الأعاقة وانا بحب المجال ده جدا يعني أنا بعيدا يعني أنا حتى لو كنت ما عنديش أعاقة وكنت هبقى حبة المجال ده